السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم لمواجهة مشكلة نقص الحليب وزارة الفلاحة تتخذ قرارا مثيرا أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن تعاونية إنتاج الحليب تضررت بسبب الجفاف مؤكدا أن النقص الحاصل في تلك المادة لا يتعلق بإنتاج الحليب بصفة عامة بل بالحليب المعلب المتوجه صوب المواطنة وأشار في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صباح يوم ثلاثاء إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات بعد لقائها مع المهنيين سيتم الكشف عنها كدعم إنتاج العجلات الحالوب وتعزيز وتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي الذي أكد أنه من العوامل الرئيسية التي تسببت في نقص الحليب لأنه لم يتم منذ عامين كما اتفقت الوزارة مع وزارة الداخلية على منع دبح البقر الحلوب ودعم الأعلاف وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطنة